ولعل إذن من أكثر ما يؤرق اليمنيين وجود هذه الألغام إن كنا نتحدث عن مئات آلاف الألغام التي ذرعت هذه الميليشيات في مناطق مختلفة من اليمن فمليوناء لهم كشف عنها حتى اللحظة في اليمن ألغام مزروعة بشكل عشوائي لم تططئ بطش الحوثيين لكنها عثرت خطوات آلاف اليمنيين حيث رصدت ثلاث منظمات حقوقية بينها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أهود أكثر من ستة ألاف وسبعمائة انتهاك بحق المدنيين مضيفة في تقريرها أن الانتهاكات توزعت على سبع عشرة محافظة يمنية بين يوليو من عام 2014 ومارس 2021 بينها طبعا محافظة تعز الحديدة البيضاء والجوف مأرب عدن صنعاء صعدة وأضافت في تقريرها أن الميليشيات زرعت الألغام والعبوات الناسفة وخلفت وراءها عند انسحابها من بعض المناطق الذخائرة غير المتفجرة وأوضح تقرير المنظمات الثلاث أن هذه الانتهاكات الحثية تنوعت بين قتل وإصابة بجروح وإعاقات وتشوهات جسدية خطيرة إضافة إلى تضرر نحو 1700 منشئة عامة وخاصة على نحو كلي وجزئي نتيجة حوادث انفجار الألغام أو العبوات الناسفة كذلك نتيجة استخدام هذه المنشآت والممتلكات لتخزينها علما بأن التقرير أكد توروط ميليشيات الحثي بتلغيم أكثر من ألف منشأة وتسويتها بالأرض جميعها منازل ومحال تجارية يذكر أن مشكلة الألغام تعد إحدى أكبر الكوارث الإنسانية للانقلاب الحثي في اليمن لسيما أن الميليشيات تزرع الألغام بنحو عشوائي في مناطق سيطرتها كما تستخدم الأطفال لزراعتهم في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحرم الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة